احد اهم رواد الاعمال في الشرق الاوسط تسع اغنى رجل في مصر بثروة 240 مليون دولار من عائلة مصرية عريقة بالشرقية ترجع جذورها لشبه الجزيرة العربية جده كان مقرئ للملك فاروق صنفته انستاتيو شانل لينفرستور ضمن افضل الرؤساء التنفيذيين في الاسواق الناشئة في اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا في عام 2020 انه رجل الاعمال المصري احمد احمد صادق السويدي واحد من اهم بنات العلامات التجارية في الالفية الثالثة ولد السويدي في عام 1964 تلقى تعليمه بمدارس حكومية والتحق بكلية الهندسة جامعات القاهرة التحق بعد تخرجه بشركة السويدي الالكتريك عام 1986 وهو العام الذي يعد البداية الحقيقية للشركة في مجال التصنيع حيث بدأت بصناعة الاسلاك والكبلات الكهربائية ومنذ ذلك الحين تدرج السويدي بالشركة تحت رعاية ابيه الذي حظى بحبه وشغفه في هذا المجال حتى وصل الى منصب الرئيس التنفيذي عام 1997 بدأت الشركة منذ هذا العام بافتتاح مصنع جديد سنويا حيث افتتح مصنع للمحاولات ومصنع للكبلات الخاصة ومصنع للبلاستيك ومصنع للنحاس عام 2000 كان نقطة تحول مهمة في تاريخ السويدي حيث قاد الشركة نحوه مرحلة اخرى بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاصفت بالبلاد وتصدرت منتجاتها الى سوريا وليبيا ولبنان والسودان لتبدأ مرحلة التوسع للشركة في الاسواق الخارجية توالت نجاحات المجموعة الى ان وصلت الى الريادة في مجالات الطاقة المتجددة والكبلات والتعليم والصناعات الكهربائية المتنوعة والتطور الصناعي ومجالات اخرى احتل السويدي المركز السابع والثمانين عربيا بارادات بلغت 2.76 مليار دولار وصف ربح 238 مليون دولار قيمة سوقية تصل الى 1.5 مليار دولار في نهاية 2019 واجمال اصول 3.3 مليار دولار لتصنف ضمن قائمة فوربس العالمية لافضل واقوى الشركات في المنطقة العربية تعاد افريقيا هي ارض الفرص الواعدة لابناء السويدي حيث تعمل اسويدي الكتريك في افريقيا منذ اكثر من 16 عاما في اكثر من 17 دولة مختلفة وتعد من اكبر شركاء التنمية في افريقيا واكثرهم اصداقية واعتمادية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية حيث تنفذ عددا من كبرى المشروعات التنموية في افريقيا ابرزها مشروع سد جوليوس نيري والذي تنفذه الشركة بالتحالف مع شركة المقاولون العرب بتنزانيا بساعة تخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب ومحطة لتوليد الطاقة الكهرمائية بقدرة 2115 ميجاوات كذلك مشروع انشاء محطة محاولات كهربائية بجمهورية الكونغو ديمقراطية بقيمة اجمالها 38.6 مليون دولار بالاضافة الى مشروعات اخرى في اثيوبيا واوغندا وبوركينافاسو وعدد من الدول الاخرى تمتلك مجموعة السويدي سبع مصانع في افريقيا لانتاج الكابلات والمحاولات والمستلزمات والاكسسوارات الكهربائية من اجل المساهمة في تطوير الاقتصاد الافريقي من خلال توفير فرص العمل التي تمثل احد اهم ركائز التنمية المحلية في الدول الافريقية يمتلك السويدي فكرا استثماريا متطورا ومنهجا متقدما في ادارة المشروعات يعتمد على تنمية العنصر البشري وتعزيز كفاءته فهو من قال الاستثمار في البشر الرهان الرابح للمستقبل ترجم هذه المقولة في انشائه لأول وافضل اكاديمية للتعليم الفني المتطور تحمل اسم اكاديمية السويدي للتعليم الفني التي اصبحت فيما بعد نموذجا للتعليم الفني المتطور لمن اراد الاستثمار او المساهمة في هذا المجال يؤمن احمد السويدي بان النجاح الاقتصادي دائما ما يحتل الاولوية عن السياسة لان الوسيلة لتطوير الامم ومساندة الشعوب بعيدا عن الحياة السياسية التي غالبا ما يسيطر عليها الشعارات اكثر من العمل هو النجاح الاقتصادي على الرغم من ان قسم من عائلة السويدي يمارسون السياسة منذ فترة طويلة وهم اعضاء السياسيون بارزون الا ان احمد السويدي شغله الشاغل هو تحطيم الارقام القياسية استطاع ان يقود مجموعة السويدي الكتريك من شركة متخصصة في صناعة الكابلات الى مجموعة متكاملة تعمل في مختلف القارات وتصدر منتجاتها الى 110 سوق حول العالم تمتلك اكثر من 22 منشأة في 15 دولة حول العالم يعمل بها عشرات الالاف من العمالة داخل مصر وخارجها وتعتبر واحدة من اهم العلامات التجارية المصرية على مدار التاريخ صنفتها فوربز ضمن اكبر واهم مئة علامة تجارية في المنطقة العربية ووضعتها اموال الغد على قائمتها ضمن افضل 50 شركة اداء السوق المصرية على مدار اربع سنوات متتالية في عام 2023 شهد احمد السويدي طفرة مذهلة في القيمة السوقية لحصة ملكيته السويدي الكتريك حيث ارتفعت حصته بمقدار 380 مليون دولار في الوقت الحالي تسعى مجموعة السويدي الكتريك ووفق رؤية وضعها احمد السويدي الرئيس